اشتركوا في القناة ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من آدم إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وعلي السلام عليكم أيها الكرام ورحمة الله وبركاته ما زلنا في كتاب منهاج الصالحين ووصلنا إلى الفصل الثالث في أحكام النجاسات وبالآن في المسألة 439 إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده فساد هذا الحصير مما لا شك فيه إذا تنجس حصير المسجد موكات المسجد سجاد المسجد وجب تطهيره إذا لم يستلزم الفساد عندي حصير منجس سجاد منجس موكات منجس وهذا التطهير ما بدور أي شيء حال وحال أي موكات أو سجاد أو حصير موجود في البيت إذا تسخ أو تنجس نقوم بتنظيفه أو تطهيره طيب أكيد لعل البعض يسأل هل يجب علي يعني على نحو الفورية تطهير هذا الفراش فهمنا في المسجد قلتم أن الوجوب على نحو الفورية وأنه تجب المبادرة إلى ماذا إلى تطهير المسجد هل يجب أيضا نعم يجب تطهير الفراش والحصير للمسجد كما يجب تطهير نفس المسجد إسأل لعل البعض لو أردنا أن نأخذ هك وجه يعني نستشاف وجه معين نقول ممكن بقاء النجاس في الفراش يكون منافي لوقفيته هي لماذا وقفت هذا زايد عندما جاء ووقف للمسجد في فصل الصيف هذا الحصير الكامل للمسجد أو في الشتاء المكاتل كامل لهذا المسجد لماذا وقفه وصار في عنوانه يعني لأن الناس تستعمله وتصلي عليه وتقرأ الكرآن إذن يتم استعمله في المسجد يخدم المسجد ويخدم ضيوف المسجد طيب وقف للصلاة عليه وهذا تنجس فمع عدم تطهيره ووجوب المبادرة والفورية في تطهيره يكون منافي لماذا لعنوان الوقفية لوجود النجاس فلا يستطيع الإنسان الصلاة على موضع السجود نحن قلنا لا يجوز السجود على الموضع النجاس فيما صبق هذه النقطة الأولى إذا لم يستلزم الفساد طيب نأتي إلى النقطة الثانية إذا افطردنا تطهير الفراشي أو الحصيري أو السجاد أو الموكات يوجب الفساد في المقام هل يجوز التطهير النطهر ويلزم الفساد بهتان اللون مثلا تقطع بعض الخيطان أم يقطع ذلك الموضع النجس لا نجي شو منعمل من هالحصير عندي هالزاوية منقطعها هالمكاتب نقطعها إذن ضار الأمر بين التطهير الموجب للفساد هدي ألف وباء وبين ماذا تطهير وأن قص المقدار المتنجس من الفراش إذن عندي دوران للأمر بين يا أم بطهر المكات الموجب لفساده ويا أم بقص مقدار من هذا المكات سماحة السيد في هذه المسألة يتوقف ويقول لا يوجد عندي أصل لأتكئ عليه وأرتكز عليه وأرجع عليه هذا إذا فردنا أن بقاء النجاسة لا يوجب الهاتف طبعا هون بدي يكون عندي عنوان توقف السيد في أن بقاء النجاسة على المكات أو الحصير لا يوجب الهاتف تأتي أنت ماذا تصنع تضع تشاس للزا على تغلف هذا المقدار النجاس بنيلو لا بفزده يعني هذا التطهير المسبب للفساد لا أرتكبه سيد السين يتوقف في الأمر ولا أخطعه أغلفه مثلا بنوع من النيلو بنوع من شيء بحيث أعزل هذه النجاسة فإذا لم كان هذا الأمر لا يعد ذلك السيد يحطط ويتوقف إذن مع الاحتياط ماذا نصنع احتياط وجوب عند السيد احتياط وجوبي بترك الأمرين فإذن أما أن تلتزم بمقتضى الاحتياط عند السيد فلا تفعل التطهير ولا القص ولا القاطع أو أنك تراعي الرجوع إلى المراجع مع مراعاة الأعلم فالأعلم فهناك تنظر من يقول بوجوب التطهير أو القص تعمل برأيه طبعا في عنا عنوان غير لازم هنا عدم وجوب الهاتك أما مع عدم وجود الهاتك فلا يأتي هذا الكلام ولا يأتي هذا الاحتياط إذن هذا الأمر نقطة ثلاثة لا صحيح أن الأمر دائر عندي ما بين أن ما بين تطهير الفراش ولكن هذا التطهير موجب لفساده وبين أن أقطع منه جزء حتى لو متر المكيتي ست مطار ولكن هون لا يأتي الاحتياط كما في الصورة الأولى عند السيد لأنه هون عنوان الهاتك مترتب على بقاء نجاسة السيد ماذا يحكم سيدنا ماذا تحكم هون لا معنى لبقاء النجاسة والقول بالاحتياط طيب حكمك سيدنا ماذا تحكم يقول ارتكاب الأقال ضررا مثلا نشوف نحن هذا المكات أو الحصير إذا غسلنا مثلا بالماء الحار وببعض الأدوية نقص منه مقدار معين قلت قيمته أكثر مثلا من الذي نقص منه شعفة مقات قاصص منه نص متر أو ربع متر هذه أصلا بد ياخذها ثلاثة باثنان هذه قد يقول لا تصل تنزل أقل من الثلثان بطير ثلثان من قيمتها ونقطع ثلث هذه إنه بها تلونة يا أخي صار تنبين شوية قضيمة يعني كان حق مليون صار ياخذها بسبعم مية لا هناك صار ياخذها بتلك مية ألف فإذا ماذا نرتكب الأقل ضرران ترتكب الأقل من الأكثر مسألة أربعمائة وتسعة وتلاتين إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره هذا الحصير أو الفراش أو الموكات أو السجاد فيما إذا لم يستلزم فساد هذا الحصير وأما مع استلزامه الفساد ففي جواز تطهير هذا الحصير أو قطع موضع النجس من الحصير إشكال احتياط وجوب عند السيد بترك الاثنان لماذا لأنه ما عندي عنوان هاتك حاكم للمسجد لا أستطيع أن أغلف هذه النجاسة ويتم الأمر نعم إذا كان بقاء النجس بقاؤها بقاؤه على النجاسة بقاؤه أي بقاء الفراش على النجاسة موجبا للهاتك بصف هاتك عندي وجب رفعه بما هو الأقل ضررا من الأمرين هنا لا يأتي الاحتياط لأنه عندي عنوان الهاتك بشوف إذا غسلته طنعص إيمته ثلث إذا قصيت منه طنعص ثلثين تنقص ثلثين ساعتها أرتكب الأقل ضررا على هذا الفرش الموقوفة على المسجد مسألة 440 لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه أحد مدام يصدق هنا لابد من الإشارة إلى نقطتين نقطة مرتبطة بالمسألة 440 ونقطة لستكون إجباري يعني هي قهرية مترتبة على المسألة 443 التي ستأتي الصورة الأولى إذا فرضنا أن المسجد صار خراب خرب حرب اجت أهمل خرب صار قديما لا يصلى فيه ولكن معنوا بعنوان المسجدية لا أنه يقال كان مسجدا لا ما زال يقال عنه مسجد ولكن خرب هجره الناس إذن عنوان المسجدية صادق عليه وبالفعل وهي هذه المسألة مسألتنا أن يكون عنوان المسجدية واغ صادق عليه حتى لو انتفى منه المصلي وهجر لخرابه وما شابه سورة 2 إذا فرضنا أن المسجد صار خرابا على وجه تغير العنوان كليا عنوان المسجد لا يصدق عليه عنوان المسجدية غير موجود كما لو فرضنا أنه غصب وهذا الغاصب ماذا صنع هذا الغاصب حوله إلى دكان إلى بيت إلى طريق وهذا كثير ما حصل في العراق وغير العراق فعنوان المسجدية قد انتفى عنه وهذه اللي رحض رضله مسألة 443 إذن نقول طبعا المسجد إذا خريب ولكن كان عنوان المسجدية باقي صادق عليه إذن ماذا جميع أحكام المسجدية نرتبها على من حرمة تنجيسه ووجوب المبادرة الفورية إلى تطهيره وجوب تعظيم وإزالة كل ما يعد عرفا أنه هاتك لحرمة هذا المسجد وكل الأحكام تترتب يقول لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه أحد ما دام يصدق عليه عنوان المسجد عرفا يجب تطهير هذا المسجد إذا تنجس هذه مسألة أربعمائة وأربعين مسألة أربعمائة وواحد وأربعين إذا علم بنجاسة أحد المسجدين بها المنطقة في مسجدين وعلم وعلم علم إجمالي بوجود النجاسة عالم بالجامع جاهل وشاكم بالأطراف لا يعلم المسجد رقم واحد أو المسجد رقم اثنين لا نفترض بها المنطقة فيه مسجد الرسول ومسجد السيدة خديجة أو مسجد الأمير سلام الله هو لا يدري مسجد الرسول أو مسجد الإمام علي مثلا في هذه المنطقة مسجد رقم ألف أو اثنين أو أحد المكانين لا أحيانا عنده علم بالنجاسة ولكن يجهل هذا المكلف هل الغرفة رقم واحد أو مكان الوضوء مكان الصلاة البيحة هو يجهل في أي مكان يعني يجهل الأمر الدائر بين الأمرين من مسجد وجب تطهيرهما أنتم هذه المسألة كثيرا لح تتقرر ولكن من عيد منها شيء على نحو الإشارة علم إجمالي والشبهة محصورة بين طرفين فالعلم الإجمالي منجز في حقي ولكي أمتثل التكليف يلتزم علي أن أقوم بتطهير كلا المسجدين في الصورة أنا عندي مسجدين كلا الموضعين كلا الفراشين أنا أجهل أي فراش منهم أي مسند من المساند أعلم في مسندين في مسند تنجس وأجهل أي مسند منهما لأن الاشتغال اليقيني الذنب لا تفرغ منه إلا بتطهير الطرفين لا بتطهير ولا ولا تفرغ بتطهير طرف واحد يعني المسجد رقم ألف لا تطر لابد أن أقوم بتطهير المسجد رقم ألف والمسجد رقم با طيب إذا كانوا بنفس المسجد غرفتين لابد من تطهير الغرفتين إذا كان بفراشين بين المسجد ولكن أجهل المصدق أيهما لابد أن أقوم بتطهيره لماذا لابد أن أقوم بتطهير الطرفين لأنه الشبهة محصورة والعلم إجمالي ومنجس في حقي والذمة في اشتغال يقيني بديه فراغ يقيني والفراغ اليقيني لا يحصل إلا بارتكاب الطرفين في الشبهات الوجوبية ولكن ارتكاب طرف واحد يجعل لي فراغ احتمالي والفراغ الاحتمالي لا يبرئ ذمتي هذا قد مر كثيرا وتكلمنا في أكثر من مسألة إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجدين وجب تطهيرهما لما شرحنا مسألة أربعمائة واثنين واربعين يلحقوا طيب الآن هذه المسألة مسألة المساجد المصحف الشريف المقامات الحرم التربة الحسينية هل نلحقها بعنوان المسجدية هل نلحقها من حرمة تنجيسها وجوب تطهيرها وتعظيمها نعم لأن كلها تدخل تحت دائرة كبيرة شعائر الله ويجب تعظيم شعائر الله عز وجل وما حدا يستغرب ويقول كيف هلأ بدأ تقللي المصحف من شعائر الله والقلب صوق الشات البدنة معك في الحاجة الله عز وجل جعلها من شعائر الله إذن يلحق بالمساجد في الحكمين بماذا يلحق بالمساجد في الحكمين هذا الألحق فنلتفت من يحرم تنجيسها ولو نجست يجب المبادرة الفورية إلى تطهيرها على التفصيلات لمرت كلها يلحق بالمساجد المصحف الشريف ويحرم تنجيسه لأنه فيه حرمة الله عز وجل كتاب الله كلام الله هذا وهذا قرآن الله الصامت وسوف يأتي الحكم فيما يرتبط بقرائين الله الناطقة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه والمشاهد المشرفاء المشاهد الغرفة التي فيها الضريح المقدس لما نعبر عنها أحيانا الروضة أو الغرفة وما يحيط بهذه الغرفة نعبر عنه بالرواق وما يحيط بالرواق نعبر عنه بالصحون وهذه من شعائر الله وهتك شعائر الله حرام ومنافي لتعظيم الله عز وجل والضرائح المقدسة نفس القبر الشريف المقدس للمعصوم ولمن حكم حكم المعصوم يجب ماذا تنجيسه طبعا أني كان قصدي وفي القلب غصة سبحان الله شرد بي الدين وكم بيقول أن السيدة الزهراء حتى لا يستبهن نحن نتكلم عن النبي والأئمة وهي معصومة ولكن لا قبر لها في البين فسلام الله عليك يا مولاتي سبحان الله ونحن في ليالي أيام شهادته إذن والضرائح المقدسة القبور المعظمة الشريفة لأئمة الهدى والطربة الحسينية وما أدراك ما الطربة الحسينية بل والطربة المحمدية وطربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة من قبورهم للتبرك فيحرم تنجيس هذه الأمور إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالتي وتجب ماذا إزالة ما يوجبها أي نجيس مسألة 443 هذه الصورة الثانية التي اتعرضنا لها منذ قليل إنه إذا هذا المسجد زال عنه عنوان المسجدية نتيجة غصب وما شابه وتحول إلى طريق أو دكان وصال أن يقال عنه كان مسجد لم يبقى العنوان طيب النقطة في المسألة النقطة على نحو السرعة إن شاء الله من شرهم أولا النقطة الأولى عنوان المسجدية قد أزيل عنه لخرابه وزوال عنوان هذا المسجد عنه بخلاف الصورة الأولية مع الخراف الصورة الأولى مسألة 400 440 صحيح خرب ولكن بقي عنوان المسجدية عليه علما إذن فلا تشمله أحكام المسجدية فعلنا تشمله أحكام المسجدية لصدق عنوان المسجدية عليه هنا لا تشمله أحكام المسجدية طبعا هون لابد من الإشارة إلى مسألة ترفع اشتباه في الذهم قد يأتي ويقول شخص هذا حكم ظاهري بالواقع هو مسجد وهذا الغاصب هل هذا الغاصب أزال حكم الوقفي وأنه مسجد لله هو مسجد لله ماذا نقول الغاصب عندما يخصب المسجد صحيح لا يزيل مسألة تحرير رقبة المسجد الأرض عن تحررها وإدخالها في ملكه بالغصب يعني أنا حينما كانت هذه الأرض اللي بقر وقال هذه الأرض وقف لمسجد مثلا حررت رقبة الأرض هنا هذه الأرض بالواقع تبقى محررة هذه حال حال العبد قلنا أن الحر لا يملك بعد ذلك العبد مهما فعل بعد أن حرر رقبة هذا العبد إذن وليس له قابلية الدخول في ملك شخص آخر الذي فعله الغاصب غير العنوان صحيح نحن منسلم ما في ذهنك مئة في المئة أيها المستفسر المستشكل أن ما فعله الغاصب قام فيه بتغيير العنوان بالواقع هو مسجد عند الله عز وجل بالواقع ما زال محررا ولكن نحن في عالمنا الأحكام كمكلفين تدور مضار العناوين للواقع فالآن عنوانه ماذا لا يقال يقال كان مسجد عنوانه أزيل العنوان عنه مع إزالة العنوان عنه لا نتعامل معه معاملة ماذا عنوان المسجدية بالأحكام المتقدمة سورة 2 يتعرض إلى مسألة معابد القفار كالمسيحيين واليهود وما شابه هل حكمها حكم المساجد نقول له هذه لا تترتب عليها أحكام المسجدية إلا إذا فرضنا أن أجبعوها للمسلمين والمسلمين وقفوها مساجد واضح حون صارت مساجد كما الآن يحصل في جملة مثلا ألمانيا بريطانيا نجد هناك الجاليات الشيعية مثلا كالإخوة العراقيين وغيرهم اللبنانيين إلى ما شابه حتى إيرانيين أحيانا يقومون بشراء كنيسة معينة من الكنيسة يشترون هناك من الأوقاف المسيحية مثلا كنيسة معينة وهذه الكنيسة فيما بعد يوقفونها مسجد أو حسينية وما شابه إذن مسألة أربعمائة وثلاثة وأربعين يقول إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل طريقا صار طريق كما في بعض الدول بيأخذها المساجد وتفتح طرقات أو بني دكان أو خان أو نحو ذلك أو أخذوا منزل له هذا الغاصب لشقائه لم يحرم تنجيسه ولم يجب تطهيره وإن كان الأحتياط الاستحبابي لا ينبغي تركه لماذا؟ صحيح إحنا إحنا إلنا حكم الوجوب مرفوع عنه لأنه إحنا نحكم بالظهر والعنوين محكومة للظهر ولكن طالما عنا بالواقع أنه مسجد لا يترك الاحتياط الاستحبابي بترتيب الحكمين وأما معابد الكفار فهي غير محكومة فهي غير محكومة بأحكام المساجد نعم إذا اتخذت مسجدا صارت مسجد أكيد المسيحي ما نوها مسجد للمسلمين الفرد شو؟ كأن باعوها على المسلمين فجعلوها بعد ذلك المسلمين مسجدا جرى عليها جميع أحكام المسجد فإذا لا بد أن نلتفت إلى الصورتين الصورة الأولى الصورتين الأساسية بالمسألة 440 والمسألة 443 هناك باقي عنوان المسجدية رغم الخراب رغم عزوف الناس عن الصلاة فيه ولكن بعضه يقال هذا مسجد مسجد خرب هنا لا بعض الخراب أصلا زال العنوان عنه صار يقال كان مسجد والأحكام تترتب على العنوين في الأولى يجب ترتيب جميع أحكام المسجدية مع بقاء العنوان في الثانية لا يجب ترتيبها على نحو الوجوب ولكن السيد قال على نحو الأحطيات الاستحبابي بما أنها بالواقع تبقى مسجد أن تترتب تلك الأحكام أما معابد الكفار واضح لا نرتب عليها أحكام المساجد إلا إذا بيعت إلى المسلمين والمسلمين بعد ذلك وقفوها وجعلوها مسجد عند ذلك لا شك ولا ريبة في ترتب أحكام المسجد تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهي أمور يأتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد